وفي إطار القمة الخليجية المغربية أكد سعدة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى على أن زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة لمنطقة الخليج للقاء قادة جول الخليجي في القمة الخليجية المغربية تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية التي تقوم بين جناحين الوطن العربي في الخليجي والمغرب نعتز بإمكانات الهائلة التي تتوفر في المملكة المغربية الشقيقة على سعيد قطاع الاقتصادي أو على سعيد القدرات البشرية والقدرات الزراعية وإمكانيات السياحة وأيضا نود أن تتعزز هذه العلاقات وهذه الزيارة الميمونة إن شاء الله هي تأكيد على هذا البعد الاستراتيجي هناك أيضا حقيقة مهمة جدا وأن هناك علاقة حتى مشاركة استراتيجية وعلاقة وشراكة استراتيجية حتى في قضايا الدفاع وقضايا الأمن المشترك للوطن العربي بجناحية في المنطقة الخليجي العربي وفي منطقة المغرب العربي والمملكة المغربية الشقيقة أيضا سباقة في هذا الجانب دائما وداعمة لكل التوجهات الإيجابية التي تحرص على الاستقرار في المنطقة وعلى نبذ التدخلات الخارجية والتصدي لها وأيضا نبذ الفرقة وتعزيز الاستقرار وتعزيز كل ما من شأنه أن يقرب الدول العربية لبعضها بعض ويعزز المصالح المشتركة بين هذه المنطقتين